اشتركوا في القناة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لحفل تقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة وعرب عن اعتزازه لهذه الرعاية السامية التي تجسد اهتماما بحرينيا في استكشاف الإنجازات الإنسانية عالميا وإبرازها وتقديرها وفي احياء ذكرى عطرة لقائد نأتفانا في نهجه بتكريس العمل الإنساني وهو صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وفيما أثنى مجلس الوزراء على الجهود البناء والمقدرة لمجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة سمو شيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فقد هنأ المجلس ضمن هذا السياق الفائزة بهذه الجائزة في نسختها الرابعة وهي مؤسسة إدهي الباكستانية وبمناسبة اليوم الدولي للتسامح فقد أشهد مجلس الوزراء بما تحقق في مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من إعلاء وتشجيع لقيم التسامح الديني والاحترام لحرية الإنسان والعمل على نشر ثقافة الوسطية والاعتدال على أساس المواطنة التي تحتضن الجميع بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية معرض الجواهر العربية الذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبأهميته تجارياً وسياحياً وفي تكريس سمعة البحرين عالمياً في صناعة الذهب والمجوهرات مؤكداً المجلس أن رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لهذه الفعالية الاقتصادية الكبرى أسهمت في استقطاب كبريات الشركات العالمية للمشاركة فيه ودعمت نجاحه المتواصل وتنامي إسهاماته التجارية والسياحية على مدى الثماني والعشرين عاماً منذ انطلاق المعرض في نسخته الأولى ثم نوه مجلس الوزراء بأهمية حوار المنامة وبدوره في تهيئة الفرصة أمام المشاركين فيه لتباحث وتبادل الأفكار بشأن أهم التحديات الأمنياذة الأولوية بما يساعد على إيجاد تفاهمات وصيغ مشتركة تدعم التعاون الإقليمي والعالمي وبالمشاركة رفيعة المستوى في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية من دول العالم في أعمال هذا المنتدى ورحب المجلس ضمن هذا السياق بالمشاركين في حوار المنامة الذي تستضيفه مملكة البحرين ثم ناقش المجلس المذكرات المعروضة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية بشأنها أولاً وافق مجلس الوزراء بناء على عرض من معالي وزير الداخلية على سماح بمنح رخصة إقامة بالكفالة الشخصية للأجنبي إذا كانت حصته كشريك في أي من الشركات المالية أو التجارية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها من المشروعات الاقتصادية أو الاستثمارية في البلاد لا تقل عن خمسين ألف دينار بدلاً من مائة ألف دينار كما هو معمول به حالياً كما وافق المجلس على السماح بإصدار تأشيرة دخول ورخصة إقامة بالكفالة للشخص الأجنبي المتقاعد إذا كان من رعاية أحد الدول التي يسمح لها بالحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار وزري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية ثانياً وافق مجلس الوزراء على مشروع قرارين قدمهما مع الوزر الداخلية الأول يعفي مواطني مملكة تايلاند القدمين لسياحة من الرسوم المقررة لدخول البحرين وذلك عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل والثاني بإضافة أوكرانيا وصربيا إلى قائمة الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول مملكة البحرين ليصبح بذلك عدد الدول التي يسمح لرعاياها بالحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول البحرين 121 دولة ثالثاً قرر مجلس الوزراء تصنيف 22 كياناً عسكرياً واقتصادياً إيرانياً وستة أفراد إيرانيين كجهات إرهابية وإدراجهم ضمن القائمة المعتمدة في مبلكة البحرين المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب وكلف المجلس الجهات الرقبية ذات العلاقة والاختصاص باتخاذ ما يلزم وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية رابعاً وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية مع الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية صربية والتي قدمها معالي وزير الخارجية وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون بين الأكاديميتين الدبلوماسيتين بهدف تحسين تعليم وتدريب الموظفين الدبلوماسيين في كل البلدين خامساً حرصاً من الحكومة على تعزيز التعاون وتكريسه مع مجلس النواب في الأطر التي حددها الدستور واللوائح المنظمة ومنها ما يتعلق بطلبات المناقشة العامة ومدد لجان التحقيق البرلمانية فقد استعرض مجلس الوزراء مذكرتين بهذا الخصوص من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وقرر إحالتهما إلى لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية سادساً وافق مجلس الوزراء على استملاك عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحدهما لمشاريع توسعة الطرق في الغريفة والآخر لصالح هيئة البحرين للثقافة والأثار في بني جامرة من أجل مشروع مصنع النسيج وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سابعاً وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا الموقع بين البلدين في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ثامناً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الروسية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات وفي بند التقارير الوزرية أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنتائج المشاركة في معرض سوق السفر العالمي الذي أقيم في لندن مؤخراً ترجمة نانسي قنقر